افتتح سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل اليوم المؤتمر السنوي الثاني عشر لتأهيل وتطوير القياديين تحت عنوان أفكر كرئيس تنفيذي الذي تنظمه مجموعة أوريجن ويهدف المؤتمر إلى تطوير القيادات من الكوادر الوطنية في تنمية الموارد البشرية في ظل تسارع وطيرة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير القيادات الشابة التي تعد أهم ركاز التطور وربطها بالتكنولوجيا وخلال المؤتمر أكد حميدان أهمية موضوع المؤتمر لهذا العام مشيرا إلى أن تطوير الكفاءات الوطنية والارتقاء بها إلى المستويات القيادية لتقود عجلة الانتاج ينعكس إجابا على استدامة تحسين مستويات الانتاجية في المؤسسات لما يمثله العنصر الوطني القيادي المؤهل من رأس مال حقيقي في المسارات التنموية منوها بالتجارب الناجحة للمؤسسات والتي اعتمدت على الكفاءات البحرينية التي تدرجت في سلمها المهني إلى تبوء مناصب قيادية متقدمة من جانبه قال الدكتور أحمد محمد البناء رئيس مجموعة أوريجين أن هذا المؤتمر يأتي لسقل سلوكيات ومهارات القيادات الإدارية الشبابية وخصوصا من فئة جيل المستقبل والذين سيصبحون قادة ومدراء لقيادة الشركات والمؤسسات والهيئات في المستقبل في القطاعين العام والخاص وقد تم تكريم المؤسسات والشركات المشاركة والداعمة للمؤتمر إضافة إلى المشآت التي حققت قصص نجاح في تطوير كوادرها بفضل توفيرها التدريب الاحترافي والمتخصص